بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة الفضل على المبعوث رحمة للعالمين محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين مشاهدين الأفاضل السلام الله عليكم أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من الدين والحياة وتخطى مقام الحسين سلام الله عليه مقامات سائر الأنبياء ما خل الرسول الكريم فالحسين مضافا إلى أنه جمع كمالاتهم وسجاياهم وما كارم أخلاقهم وحمل الأعباء التي أنيطت بهم فهو أحظى عند الله منهم إلا من جده رسول الله صلى الله عليه وآله فهو خير خلق الله ومقامه لا يدانيه أحد لذلك ثبت عن النبي الكريم أنه قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة فالجنة لا تختص بأمة النبي يدخلها الأبرار من الأولين من لدن آدم ويدخلها الأبرار من الآخرين سيدهم الحسين فيهم الأنبياء والأوصياء وفيهم الأصفياء والأبرار كل هؤلاء يقول رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسن والحسين سيدان عليهم هو الحسين الذي من الله به علينا يكشف الله به الكروب وينزل الغيث وبه تسبح الأرض التي تحمل بدنه فجعله في بيوت أذنى أن ترفع ويذكر فيها اسمه وجعل صلواتنا عليه وما خصنا به من ولايته طهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا هو الحسين الذي تلوذ به الملائكة بمهده ويعوذ الخلائق بقبره الذي برجاء حياته حييت قلوب محبيه وبضياء نوره اهتدى الطالبون إليه الحسين نور الله الذي لم يطفأ ولم يطفأ فهو فرع من أصل الشجرة المحمدية وشعاع من النور الواحد الذي تحملق بساق العرش وآدم بين الماء والطين الحسين الذي تمسحت به العظمة والتي استحقها بقربان دم زمرته لم تجري إلا في شرايين الطهر الحسين الذي تهوي إليه القلوب قلوب العاشقين من كل حد وصوب في أربعينية الخلد تنشد نظرة من صاحب الضريح وكل آمالهم أن تبيض وجوههم أن تبيض وجوههم عند أمه الزهراء سلام الله عليها ومن الزيارة السلام على الحسين المظلوم الشهيد اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وذائدا من الذادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته خجة على خلقك من الأوصياء سلام الله عليك يا أبا عبد الله الجزء الثاني من وراثة الحسين سلام الله عليه للأنبياء والأم برفق الضيف العزيز سماحة الشيخ القاضي محمد كان عن سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وقد كان الحديث في الحلقة الماضية حول ما ورد في زيارة وارث المكرمة والتي بيّن فيها المعصوم عليه السلام وراثة الحسين للأنبياء ووصل بنا الكلام إلى قوله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله أولا كما ذكرت أننا نقارب هذه العبارات الجامعة بما يتلاءم مع فهمنا وليس بما هو مقام الإمام الحسين عليه السلام الشامخ أو مقامات الأنبياء الذين انتقل إرثهم إليه من هنا فإننا قد نتحدث عن نقطتين أو ثلاث وفق هذا المنهج مع تأكيد أن الإمام المهدي عليه السلام وحده من يملك الإحاطة الشاملة بهذه المضامين في وقتنا هذا والذي إن منّ الله به علينا قد تشملنا عنايته فيكشف لنا من مكنونات هذا الأمر ما لا نعرفه إذ به يعرفنا الله معالم ديننا فلقد خاطب الله سبحانه موسى عليه السلام بقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وقد نسب عز وجل الحب والصناعة إلى ذاته جل جلاله وفي هذا ما يكشف على أن الحب الملقى على موسى مضافا إلى الصناعة يتخذ بعدا خاصا متصلا بمقام الحجية التي يريدها الله من خلال نبيه والحب ليس حالة عاطفية فحسب بل له لوازم ومستتبعات تتعلق به فقد قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقد بلغت محبة الناس لموسى عليه السلام أن تربى في بيت فرعون الذي كان من المفترض أن يقتله للعداء بين نهج فرعون اللعين والنهج الرباني المتوقع قيامه في بني إسرائيل بشخص موسى واستمرت حالة المحبة ترافق موسى عليه السلام في حله وترحاله وكانت تعطيه من قوة الحضور ما يصب في مصلحة حجيته سواء حين وروده إلى ماء مدين أم حين تخليصه لبني إسرائيل أم غيرها من مواطنه ثم كانت الصناعة الربانية أيضا تتجلى في نفسه المباركة ألقا ونمرقة وسطى ومكارم أخلاق وحكمة ولقد كان أبو عبد الله الحسين عليه السلام بما حباه الله به من لحظة ولادته إلى حين شهادته مجبولا بالحب الإلهي المتكون متكون معه من عالم الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة بل من قبله ولطالما شهدنا جده المصطفى صلى الله عليه وآله يقول فيه أحب الله من أحب حسين إلى العشرات من الأحاديث التي أكدت وكررت بصيغ مختلفة أن الحسين عليه السلام هو محجة المحبة في هذه الأمة بما في محبته من خصوصية عاطفية ترافقها الدمعة الساكبة واللوعة الدائمة وكلامنا هذا لا ينطقس أبدا من المحبة الإلهية الملقاة على رسولنا وعلي وفاطمة والحسن عليه السلام وإنما تأتي في نفس السياق مع خصوصية الفاجعة التي ألمت بالحسين عليه السلام وقد نرى اختلافا في الأمة حول الدور المركزي لعلي صلوات الله وسلامه عليه باعتباره سيد الأوصياء وقد بلغ هذا الخلاف حدا أن وجدنا من قاتل علي من المسلمين جهارا نهارا فضلا عن من حسده وبخسه حقه سرا وإخفاة لكن أي من هؤلاء لم يجرؤ على الجهر ببغض الحسنين عليهم السلام باستثناء من قاتلوا الحسين والاستنتاج السريع لهذه المعادلة أن الأمة أجمعت أو تكاد على حبهما وحبهما يستلزم وجوب طاعتهما وهما قد أطاعا والدهما إماما وبايعاه وليا نجد هنا أن الحب اتخذ طابع الحجية في سياق تدبير إلهي محكم يلوي بالأعناق ويفحم فضلا عن الإقناع أما الصناعة فإن موسى ألقاه اليم في قصر فرعون ومشت أختهم تدلهم على مرضعة عاد إليها موسى بعدما حرم الله عليه المرابع أما أبو عبد الله عليه السلام فقد ولدته سيدة النساء من الأولين والآخر وأبوها جده سيد المرسلين وأكرم الخلائق وأبوه سيد الأوصياء وباب الله الذي منه يؤتى وأخوه إمام العالمين قام أمقعد يحوط الجميع ملائكة الله تعالى خدما وناقلي وحي وكشفي علا فأي صناعة تلك التي لم يحظى بها أحد من قبل ومن بعد على عين الله ورسوله والميامين الغطارفة من الخلق أدخل جده جده المصطفى صلى الله عليه وآله لسانه في فيه حين ولادته كأنما يغذيه لبنا وقلبته أياد أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجسة وطهرهم تطهيرا وماذا عسانا نتخيل من أحاديث وأفعال ومواقف شهدها من حين بزوغ نفسه المباركة على هذه الدنيا وكأنه قد قد من صدرة المنتهى إلى الدنيا أو هو كذلك بل أكثر ثم لو عدنا إلى موسى عليه السلام لوجدناه في يده عصى هش بها على غنمه بعد توكئه عليها وكان له بها مآرب أخرى جعلها الله في يده آية تنتج آيات لقفت ما يأفك السحرة والمشعوذون الذين احتموا بعزة فرعون ومنعة ملكه وجبروته العصى في يد ولي الله غيرت الموازين التي ابتنى عليها الملك والطاغوت بثوان قليل تغير على إثرها مجرى التاريخ مما جعل أمر هذا الطاغوت يذهب سفالا إلى أن ابتلعه ومن معه البحر الذي انفلق بنفس العصى إياها ولقد حشد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كل ما تحت أيديهم وما تفتقت عنه قرائحهم لإقامة نظام متماسك وقف من جملة الواقفين في شاشته الخلفية أبو سفيان بكل ما يمثل هذا الرجل من حرب لله ولرسوله في الجاهلية وكيد لهما في الإسلام كما وصفه أمير المؤمنين علي عليه السلام فما لبث الأمر أن تحقق إمبراطورية يقودها ولده معاوية وملكا عضوبا أرسا حرافا خطيرا داخل الأمة التي فقدت بذلك وسطيتها وسلبت منها مواطن الحجية وراكمت حول نظامها جميع الانتهازيين والوصوليين والذين لا يرجون الآخرة يضاف إليهم المتسلقون على الشرع والفقه طرويضا للشرع والفقه في سبيل الدنيا فابتلي الناس بخط وشماس وتلون واعتراض وأصاب الخلل كل المفاصل وانعكس وهنا في المفاهيم وتقهكرا في الأداء والقيم فكان تجمع الباطل قد جمع من كل المدائن أوتاده وألقى بجيرانه مهيمنا ومدخلا الأمة في سبات وخدر يصعب معهما إعادة الإنقاذ فانبرى أبو عبد الله عليه السلام ممثلا عصى الله القاهرة وصراطه المستقيم وفي بعض من نهار ضرب ضربته النجلاء مقدما دمه المبارك فإذا به يلقف أمبراطورية الشر كلها ويسقطها وأضرابها إلى الأبد منقذا السلطة التشريعية في الأمة من عبث العابثين ورافعا سقفا للحرية ما كان ليكون لولا بل كان ظن الأمة أنها تطيع الله سبحانه بطاعة يزيد بن معاوية حين فقدت موازينها الحقيقية وكما تصدى موسى للسامري وعجله ولتكتل عبدة الوهج في بني إسرائيل بنفسه وأهل بيته كذلك حشد الحسين عليه السلام نفسه وأهل بيته الكرام على رمال الصحراء التي تصخرت ذراتها تحت أقدامهم في حين مادت الجبال والصخور بأعدائهم فكانوا الثابتين على زحليفها ولغيرهم الإنزلاق ورث الحسين عليه السلام كل هذا وأكثر من هذا يراه كل متبصر حر وعاقل لبيب ثم تكمل الزيارة لتقول السلام عليك يا وارث عيسى روح الله إن أول ما يتراء لنا من عيسى عليه السلام أنه المرفوع إلى السماء حيا والمدخر إلى يوم تتلاحم فيه أطروحته تتلاحم فيه أطروحته مع أطروحة الخلاص ليملأ الله الأرض قسطا وعدلا بتجميع محكم لمسارب النور ومراتع الضوء ولقد حاول بنو إسرائيل ومن معهم أن يفهموا الخلق أنهم قتلوا المسيح ابن مريم وأفشلوا أطروحته وميعوا شريعته ودينه فحسم الله جدالهم بقوله وما قتلوه يقينا مصرحا بأنه رفعه إليه إذن هي صفة الحياة التي تستلزم من أتباعه ومحبيه الانتظار المشوب باليقين بأن وعد الله حق وهكذا خاض الحسين عليه السلام معركته التي ظن القوم فيها أنهم قتلوه بل وأمعنوا في التنكيل حتى بجثته الشريفة وساقوا أطفاله وأهل بيته وكأنهم لا يمتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بصلة بل كأنهم أعداؤه لكنه عليه السلام أحكم قبضته على صفة الحياة وديمومتها فهو حي بالشهادة ككل الشهداء وهو سيده وهو الذي عند ربه يرزق كما يرزق أحياء الأرض بيد أن الحياة في قبضة الحسين عليه السلام كانت ذات إشعاعات مستدامة أماتت كل ما عداها وأرست للخلق سفينة نجاة من ركضها عاش وحيا ومن تخلف عنها مات وهوى والموت هنا هو فناء والحياة هنا هي حضور دائم والسؤال الذي يطرح نفسه هل انفكت صفة الحياة يوما عن أبي عبد الله عليه السلام أم هل يمكن للحياة كفعل متحرك أن نتصورها من دون مهضة الحسين وتضحية الحسين وإباء الحسين عليه السلام وأعمق من هذا هل يكون المشروع المهدوي الذي يلتحم به عيسى بن مريم إلا رشحة من عبق الحسين ودماء الحسين وبين كربلاء ويوم الخلاص الموعود نعيش بالحسين دمعة ونحيا به شعيرة ونسم به خشبة خلاص لا يقصده مكروب إلا فرج الله كربته ولا مهموم إلا أزال الله هم وكلما ضاقت علينا حلقات الموت والفناء أحيى الحسين فينا أمل راحة ونسائم شفاعة ورفعة حياة في القبر وفي المحشر وعلى الصراط وعلى أبواب الجنان نجده حياة سيالة يهرب منها الموت حثيثا بما يشكل فينا نورا لا تشوبه ظلمة على الإطلاق إن شفاء الأمراض المستعصية كانت مما اختص الله سبحانه بها عيسى المسيح عليه السلام وقد سجل القرآن تلك المعاجز له في أكثر من آية وفي ذلك دلالة على خصوصية أرابها الله إقامة لحجته ونصرة لكلمته وقد ورد في رواياتنا الشريفة الكثير من الكرامات والمعاجز للحسين عليه السلام خصوصا في شفاء المرضى الذين قصدوه حبا به وتعلقا بمقام إمامته فقد روا على سبيل المثال صالح بن ميثم قال دخلت أنا وعبايا الأسد على حباب الوالبية فقال لها هذا ابن أخيك ميثم قالت ابن أخي والله حقا ألا أحدثكم بحديث الحسين بن علي عليهما السلام فقلت بلى قالت دخلت عليه وسلمت فرد السلام ورحب ثم قال ما بطأ بك عن زيارتنا والتسليم علينا يا حبابا قلت ما بطأني عنك إلا علة عرضت قال وما هي قالت فكشفت خماري عن برص قالت فلم يزال يدعو حتى رفع يديه وقد كشف الله ذلك البرص ثم قال يا حبابا إنه ليس أحد على ملة إبراهيم في هذه الأمة غيرنا وغير شيعتنا ومن سواهم منها براء هذا برأينا أهون الشفاء وأيسره فلقد منيت أمة محمد صلى الله عليه وآله بأمراض شتى وأعراض متلاحقة أصابتها بزمانة يصعب شفاؤها ويعسر البرء منها رأت على أثر ذلك المعروفة منكرا ونهت عنه والمنكر معروفا وأمرت به وأصعب الداء ما يصيب العقول والقلوب فمثل أبو عبد الله عليه السلام من خلال دمائه الزاكية وحضوره الدائم الدواء الشاف المعافي لمجموعة الأمراض المزمنة والمستعصية التي أصابت أو يمكن أن تصيب الأمة فقط وفقط من خلال التمسك بنهجه عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة أيها السادة الكرام لسنا نغال على الإطلاق عندما نتمسك بنبينا وأهل بيته صلى الله عليه وآله فعل نجاة ومعطى حياة لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وإنما يعرف الله عز وجل من خلال حججه على خلقه فمن لم يعرف أولياء الله فهو محجوب عن معرفة الله تعالى وقد عرفنا أهل بيت نبينا من خلال تراثهم المبارك كثيرا مما يتقوم به ديننا وحصوصا ذلك الكم العظيم من الزيارات الميمونة التي حملت المضامين العالية والمفاهيم القويمة فالله الله في هذا التراث لا يضعفن تتبعه والعمل به ونحن ندعي المولاة لهم فإن في ذلك موتنا وإن كنا نتحرك حركة الأحياء لقد كشفت لنا زيارة وارث العظيمة عن بعض مقامات الإمام أبي عبد الله عليه السلام خصوصا ما يرتبط بوراثته للعظماء من أنبياء الله ورسله أما وراثته لمحمد وعلي وفاقم عليه السلام فذلك الذي تحار فيه العقول وتخرس أمامه الألسن وإن كان أصحابها المناطيق ولعل الله يمن علينا أن نضيء على بعض ما يلهمنا به في هذا السبيل إنه سميع مجيب من خلال حلقتين أجبنا على سؤال أبو علي من العراق حول بعض ما فهمناه من زيارة وارث عليه السلام وأمرتم عقولنا شكرا لكم قدما نحييكم مجددا سماحة شيخ ونحيي سادر المشاهدين طبعا حياك الله أما فكرتموه في البحث سماحة شيخ حقيقة ما قام به نبي موسى صلى الله عليه ومما جاء به الحسين صلى الله عليه وراثة له كيف نفهم ذلك؟ أولا خلنا يعني خلنا نبين أن موسى ذكرت أيامه ومواطنه ذكرا مكثفا في القرآن قياسا على غيره من الأنبياء لأنه شكل مفصلا في سياق الأنبياء والرسل وهو من أولي العزم هذا واحد نعم تضافرت الروايات عن رسولنا صلى الله عليه وآله أنه هذه الأمة ستبتلى بما ابتلي به بنو إسرائيل حتى لو دخل أحدهم في جحر أو حجر ضب لدخلتهم من هنا كثر الله من الأمثلة ومن ذكر مواطن موسى عليه السلام زيادة في إقامة الحج نعم والمتتبع والمتتبع لموسى ولورثة موسى يعني لوصي موسى يوشع بن نوم وما جرى معه يجد أشياء مشابهة في هذه الأمة تماما تماما لا ولا زال الحذو الذي قاله رسول الله قائما يعني هو لم تحتذي الأمة بما فعله بنو إسرائيل إنما وإنما هو حال تقليدي متكرر يعني ليش لأنهم استطاعوا من خلال قرون متراكمة أن يكون لهم سبق ثقافي مرة ظاهر ومرة خفي وعندما تضع عنوانا ثقافيا فتجده يتفش يعني هذا أنك ما زلت موجودا وفاعلا إذا جين لسكان الأرض بأديانهم جميع من الذي أسس لفكرة التجسيد لله عز وجل اليهود كد الله لا أبن التجسيد من جسم الله اليهود هاي كتبهم هاي تراثهم وما يزعمونه من توراة وما بين أيدينا من التلموت وشروحه خاصة يعني مجددهم موسى بن ميمون الذي ترك بصمة واضحة اللي بيقرأ يجد لدينا الكثير مما يشيبه الإسرائيليات التي دست في التراث الإسلام أيضا لا ينبغي إهمالها مسألة السامري والانقلاب الحاد من عبادة الله الواحد الأحد إلى أن يستزلهم السامري بعجل له خواه النفسية لم هيئة أنهم عندما قطع بهم البحر طلبوا من نبيهم أن يجعل لهم أصناع من يعكفون عليها كما وجدوا العماليق أو من كان يسكن في تلك المناطق يعكف على أصناع هذا يدل على قساوة قلوب ثم قسط قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشب قسط التناحر فيما بينهم ما هم قطعوا 12 قسم هذا التناحر فيما بينهم الذي أسس ل ما سطرته كوصمة دائمة فيهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى هذا تجد له أمثل بالمقابل كما يوجد موسى وهاروك ويوشع بالنون يوجد محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمل إذن ثمت من يرث في طريق الإيجاب في سياق الحجي الإلهي وثمت من يرث في طريق الطاغوط والسلب والإخلاب إلى الأرض ولا لا إذن هما خطان متوازيان لا يلتقيان يمثلان الحق والباطل وهذا الصراع الذي بدأ منذ ابني آدم لإن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصة يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالم له بهذا السياق دائما كنت تجد للأنبياء والأولياء أعداء من الإنس والجن من الإنس والجن يعني في تضافر لما هو أوسع من عالم الإنسان في قتال الولي في قتال الولي فيما يروى من تراث كربلاء أن الحسين عليه السلام طلبا للماء قام أصحابه بمحاولة حفر بئر فاستضموا بسخرة عظيمة هو صلوات الله وسلام عليه لو تمتم بكلمات بل دون أن يتمتم مهر أمه الكوثر نهر في الجنة هلأ متفرعات الأرضية كلام يطور كلام يطور الولي في هذا الصدد هو الأكثر استسلاما لمشيئة الله والأكثر إذابة لشخصه فما بالك بأحد الأولياء العظماء الأنوار الخمسة الحسين عليه السلام بس كمان يمكن أن تفترض أن صخرة عاندة ووقفت في طريق حفر أصحاب الحسين لنا أن نفترض ذلك لا نجزم به بس في سياق إذن حرب الحسين لم تقتصر على شمر ابن في الجوشان وفي زمانه إنما جاء شمر وأضراب شمر وعمر ابن سعد إلى فراش مهد لهم وكما كان من الملائكة والجن من عرضوا نصرة الحسين لا شك أن ثمة من الجن من كان يحيط بعمر ابن سعد وبي شمر ابن زيج وشان موضوع هذا أمر طبيعي مع كل الأنبياء والأولياء والأوسيع موسى عليه السلام خليني ركز على المحبة والصناعة المحبة ليس كما يتصورها البعض مش متل ما بحب ابنها هدى أمر طبيعي فطروي ما هذا أشترك فيه مع بقية المخلوقات ما في مخلوق يكره ولده إلا ما ما هو شار صح ليس هذا هو الحب وما بدي فلسف الأمر بأنه الحب العقلاني شو يعني بيجي بنيشن بالعقل على الحب إذا بكتسمي حب عقلاني بتسمي احترام حب لا لا في طيني نوراني إن مست شيئا حولته نورا عندهم الطيني هم أصلها وفصلها ومبدأها ومأواها ومنتهى هلأ الموثق من الله من تمسه فاضل طيمته وألقيت عليك محبة مني والتصمع على عيني خليني بالمحبة ثم أنتقل إلى الصناعة عندما نقول الحسين وارث موسى إذن ثمت تكرار لإلقاء المحبة كل بحجم حجية حتما عندي دائرة المحبة للحسين التي ألقيت أوسع أوسع ألقيت عليك محبة مني هذه المحبة خلينا نسميها مس مس حتى مع أعداء الله وأنه شو لي غلق عيني فرعون وتلمس على دماغه وتلصم ما عدت فكر ثم كنت أنت كالقصاب تؤمل السيف في موليد بني إسرائيل شو صابك عاطف طعب مش مسألة عاطفة لا 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 المحبة الملقات هي مس له شعاعات فتأثرت به عاطفة حتى العدو حتى تسماه الله عدوا لموسى ثم جاءت الصناعة الصناعة الإلهي بما يتلاءم مع الخلق الخلق صنع موسى على عين الله وأنه هو نبي من لحظة ولادته وين عمير با بقصر فرعون يعني ليس له من صانع إلا الله عزا وزا طيب نأتي إلى صناعة الحسين من بعد الله وبأمر الله فينا نقول أن أفضل صناعة بعض صناعة الله هي صناعة رسول الله نقولها جزما ثم صناعة الزهراء حجة الحجج ثم صناعة علي عليه السلام ثم يرفده الحسن بصناعة مضافة شو عم تحكي خير خلق الله تنصب جهودهم وصناعتهم على الحسين باعتباره يشكل بالنسبة لأهل الكساء بقية لأهل الكساء بقية الله كما يشكل ولده ولده المهدي عليه السلام بقية الله لكل الخلال شو ساوى أبو عبد الله فيه بالأمة أكثر من سامري عندنا وفيه بالأمة أكثر من عجب عندنا وفيه بالأمة من جسم الله وفيه بالأمة من قال يد الله مغلولة شو معنة الإرجاء والقدري هاي المذاهب اللتي تبنتها السلطة وفرضتها على النهر وعندما عاتبت عائشة مهاوي أنه وين رايح أنت مسألة يزيد قال إنما أمره يزيد قضاء من قضاء الله عز وجل ضربه من ضروب الجابر والإرياء وأو أن الله فوب إلينا ويد الله مغلولة وخلقنا واستراح شوف العبارات مهما غلفت تبقى في نفس السياق السياق أيضا لا يفوتك مولنى عبدالله بن سلام ودوره كعب الأحبار ودوره بستناي الذي يغمضه التاريخ كبير حخامات اليهود في المدراشة بنصهم يعني أحدى مدارسهم التي كانت في المدينة المنورة وكان هذا الحخام معاصرا للبحثة النبوية وما زال البحث جاريا حول دور هذا الرجل اللي هو أكثر من مشبوه موجود بالنصوص اليهودي ليس فقط قد أشير إليه بنصوصنا ربما دون تسمية طب هاو وين كانوا ماذا يفعلون سامري بل أكثر من سامري وبدال العجل الواحد جملة أفكار منحرفين ضغط تحجيم لدور أهل البيت الوارد في القرآن دفع الأمة نحو الاستسلام الفكري أفرغت أدمغة الأمة من كل تراث بعدما بويا علي أنا أعني ما أقول أفرغت أذهان الأمة بويا علي يقول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بنا علي صلاة لم نكن قد صليناها إلا في زمن رسول الله يعني ثمة تقص في الصلاة معين كان قد عمي عليه على مدى 25 سنة بشو الصلاة التي كربها محمد صلى الله عليه وآله مئات المرات أين ظهر عليه خطب رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الجمعة وين أين هي بدي افترض أن صلاة الجمعة افترضها الله على المسلمين بآخر سنتين من عهد رسوله وهي ليست كذلك لا قد في خطب لا تتقوم الصلاة إلا بها وكان يخطب فيهم رسول الله بدليل صورة الجمعة بيّن الله أنهم ينفضوا من حوله مش ينفضوا من الصلاة من الخطب وربما بعضهم كمان يسلم على السرين يختصر وفل ما بس خطب رسول الله وين بدي افترض أن كل خطبة تستغرق دقيقتين أربع دقائق الخطبة وين أين هم افتراض الحد الأدنى يعني حمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شبك له وأنه عبد الله ورسول وطبعا مش هك حتما أين هي خطبه قد يقول قائل جزاؤها جبوا ليها دفع وحده لأرى السياق ما ألكن حقا جزاؤها وبالتالي لم تنقلوها لنا وإن قلتموها مجزأة كل حديث لحال فهذا هو التدليس بحد ذاته لأنكم أحجبتم عن الأمة السياق الذي ورد فيه الحديث قال لا ما السياق له له حجي في بعض الأحيان في بعض الأحيان تراكمت الأمور ساعد الله قلب الزهراء وقلب أمير المؤمنين وقلب الحسن ومن بعده قلب شخصين هيا هذه الأمة لن توفيه ما حقه السيدة زينب السيدة زينب والعباس عليهم هاو تالياء المعصوم تالياء المعصوم إلى أن وصل الحسن كم استغرقت المعركة صلوا الصبح لم يكن ثم تقتل صار فيهم فوضات بد يفترضها ساعتين مش صلوا الصبح السلام عليكم ورحمة الله سوأموا لا لهم دويك دوي الناحل في التعقيب إلى أن بزغت الشمس التقوا صار فيهم فوضات بد يفترض ساعتين كان أبو عبد الله عليه السلام وقت صلاة الظهر قد فقد نصف جيش يعني بدنا نفترض أن الملحمة الكبرى استشهاده جرى بعيدة صلاة الظهر بساعة أو ساعتين بساعاتنا مش أكثر كم استغرق الآن خمس ساعات ست ساعات بأحسن الحالات ثمان ساعة أي سنة كان واحده الستين للهجن فيهم خمسين سنة خلونا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطط منهم قريب خمس سنوات من علي خمس تعشر سنة يعني تراكم ثلاثة أو أربع عقود أوجدت امبراطورية من نتاجها امبراطورية معاوية بن نبي سوفين مسموته الأحاديث عند أهل السنة ملكا عبودا ملكا عبودا نسفها الحسين بسويعات قولوا لي مجموعة سحرة مشعوذين ضريبين مندل أرسل فرعون في المدائن حاشرين جابهم أوجد الله بيدي موسى عصى هم معهم احبال وعصي خيل للناظر أنها تسعى خيل ألقي ما في يمينك ألقى ما في يمينك لقف ما يأفكون وجدوا أنه لم يأتي بسحر جاء بمعجز والفرق بين السحر والمعجزة كنت قد بيّنته في حلقة مستقلة فألقوا ساجدين ولقف ما يأفكون وبدأ انهيار امبراطورية فرعون إلى أن كان الغرق أيها العصى الإلهية الأغلب عصى فرعون مع مجموعة سحر ومشعوزين حشروا من مدائن مصر أو مع هاو العتاة ومشعوزين الذين غيروا وبدلوا وراكموا بحيث تغير منح الدولة ومنح الدين ومنح الحديث ومنح التشريع ومنح العطاء ومنح السلطة النقدي ومنح السلطة القضائي في الأمة كانت عصى الله متمثلة بجبهة الحسين عليه السلام الذي لقف ما يأفكون جميعا استشهي نعم من حين شهادته إلى يومنا هذا أخرج الحق رأسه فأصبح باديا ولم يعد داخل الرين شق الحسين يومها شراء شملة الجنين التي كانت تغلف الحق برص من السلطة الحق خلاص أصبح ماثلا بالأول كان الحق والله لا نعلم أهل بيت لمحمد إلا معاوية وأهل بيته مو هاك قالوا له لسهل بن سعد الساعد في دمشق قالوا له ولا لا لا ومين بقى في غاية يتجاوى السقف الحسين سلام الله ما بقى فيه وراثي هاي ولا مش وراثي طبعا نغالي والله هذا بعض ما للحسين في أعناق نحن ما بنعرف نحن مقصرون قاصرون مقصرون بدكي كما قلتم الإمام وحده وحده المعصوم يعرف كيفي لذلك مولانا الزيارات أمر جديد من مختصات أهل البيت شوف ليس شعرا جاهليا وليس سجع كهاني وليس بالنمط الذي يقلد القرآن في تماما لا لا مدرسي مدرسي مختلفة الدعاء والزيارة ما حدا عنده إياها إلا أهل البيت عليه مسلم بيك ما هو عدد الأدعية المنصوص عليها لدى بقية المسلمين أديش فيه من دلع لسان الصواحي بنطق تبللين مقابل تراث أهل البيت لا شيء فيه السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدنا الرسالة ومهبط الوحي وخزان العلم فيه منه هذا ما فيه منه فيه وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك هذا الأدب يجب أن يدرس أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك مادع وين في منه هذا هذا التراث يحز في نفسنا في أنفسنا أن نجد من يأتي فيتعاطى معه تعاطيا جافا نهاي سندها وهذا كلامه وهذا مش ممكن وهذا ممكن مين أنت اللي تصنف أنه ممكن أو مش ممكن وهي الزيارة على مقدار عقلك قاعدين نبحث في الكتب ليلة نهار ومنقول يا عمي أذرونا ما عم نعرف معطيها حقها تيجي بتقولها مش ركبي معي مينك أنت اللي تركبها هذا تراث مدفوع ثمن ودم مدفوع ثمن وعرق وسنبقى نقول السلام عليك يا وارثة موسى كليم الله بدنا نظل نقولها وكل يوم بدنا نقولها حتى يبقى الحسين عليه السلام حاضرا فينا نعم سؤال آخر سمحت شيخ يعني كيف نتوسع في السرد عن عيسى عليه السلام وارتباطه بالمشروع إذا أسميناه نهائي التي يعني قامت أسسه يوم كربلاء هلأ هون بدي استميحك عذرا فضل واستميح المشاهدين عذرا الساعة بإيدي عشرة إلا عشر صعب بعد هذا السؤال أن تاخد إعلان لأنه بدي ما بقدر إهمل ما بقدر إهمل إخواني المشاهدين بدي إخد ولو سؤال سمحلي إذا كان ناخد إعلان ثم نتابع ما في مشكلة بسم الله فاصل قصير المشاهدين نتابع من بعده تلقي انتصالاتكم كونوا معنا كرما دعمنا اشتركوا في القناة وقريج السماء محمد يرقى فيلقى عند سدرتها ويقيم صرحا للجهاد محمد من ذا الذي صرع العتات ثوى في خندق الأحزاب نادى محمد من ذا لعمر فانبرى يمضي وكذاك في أحد أصيب محمد فر الجميع وكان كرارا فلرحمة الباري علينا محمد والصدمة الكبرى على الأعدى ومدينة العلم العظيم محمد والباب للصرح المبين غدا فاعلم لواء الحمد باسم محمد ونراه في يوم القيامة مع والحوض يهم الورد ملك محمد لكن مصاقي عليه غدا محمد وأتم بالإيمان دين محمد وبها تسمى يوم خندقهم أعطى إلهي كوثرا لمحمد من زوج الطهر البتول سواء ويحج في بيت الإله محمد أوليس من بيت الإله أتى والجنة المثلى لدين محمد لكن بشرط دخولها تهوى والنار ما خلقت وحق محمد إلا لتصل الحاقدين على والجنة والنار كل محمد وقصيمها يوم الحساب غدا وعلي يدعو ربه بمحمد ومحمد يدعو بحق أخي علي اشتركوا في القناة أهلا بكم مشاهدينا من جديد أهلا بكم سماح علي المتصل في حلقة اليلة علي من العراق سلام عليكم تفضلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام والرحمة السلام عليكم الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ اطلب من الله يحظف بيستر عليك بتوضيف عمرك الحق محمد والي محمد من نوم صنون يا أخبي شيخ شيخ على الزاق الحسين. انا الله وفقني اخير ايام لمضان زرتك حسين عليه السلام. حياة الله. وشكر. وما نسيناكم من الزيارة ولا ادعاء. مشكور يا اخي مشكور. شيخنا اعرف هاي الزيارة شوية احتاليت يا الله وصلت يعني. يعني شوية صعوبة احتاليت يا الله وصلت. نعم. بس ازارك الله. شيخنا انا اشعر انه الزيارة هي الدوة. يعني هي العلاج. هي زود المناعة. يعني انا مضي حزرة الحسين هي المناعة هي فيتامين دي. هي زين كية كرشي. يعني انا حسيت حسيت يعني حتى احنا من ما نزور احنا نتمضر. من النقطة حزرة احنا نتمضر. احنا بزيار نصحي. واحنا شيخنا من نزور نصحي. طوبة لكم. طوبة لكم. صدر. اي شيخنا وانا الحمد لله يوميا نزور الحسين وانا ننساك. الله شاك وانا ننساك. بمنون. بس انا كنتك بس بشغله احتاليت بزيارة يا الله وصلت. العجر على قدر المشقة. اخ علي. شكرا. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. الله. طيب. نعود الى سياق البحث. لا. خليني مع علي. اولا. اخ علي. انا اشكر عاطفتكم. وهنيئا لكم الزيارة التي نحن محرومون منها الان عمليا. لانه ما في طائرات. وما في امكانية للزيارة. كما تعلم. يعني لا انتم عندكم مطارات مفتوحة. ولا احنا عندنا مطارات مفتوحة. والبر من عندنا ليس ميسر. وفي يعني مناطق اشتبكتها. الله سبحانه وتعالى يعودهنا. قلت انك تتأذى في الزيارة. وهذا يضيف اليك وسامة استحقاق اخر. اخ علي. اخواني المشاهدين. منذ متى ولم يكن الموالون يتأذون بالزيارة. منذ متى؟ منذ الزمن الاول عندما كانت صدرة على ضريح ابي عبدالله. هل توانى الامويون في ضرب الزواري وقمعهم. ثم العباسيون. متى يعني يحصل حالات انفراج. حتى بزمن الطاغي كيف كنا نزوح. اذا حافظ الزيارة بمشي حالك مفاتيح جنان ما فيه. جريمي يعاقب عليها حامل. بذكر انه مرة اخدنا معنا بالبر نسخ من مفاتيح الجنان. كانت افضل هدية يمكن ان تهديها لاخيك العراقي في ذلك الزمن الصعب. وكيف كنا نزوح. على وجهها من دون انتطرات. ليس ليس ثمن. حدث انفراج في هذه السنوات. الان وضع المرض الكورونا اخر. او يعني جحل. حجب. من زيارتي امرا. امر يعني لما نبتجيب. مثلا يقال منع تجول. شو بدي بمسألة العراق. او الصفر. نحن ما صار عندنا منع تجول. حضر تجول. نعم. حضر تجول في بعض الايام. كان في حضر تجول كامل. وفي على مدى شهر او اكثر كان من الساعة الخامسة بعد الظهر الى السابعة صباحا. هذا يزيد في مأساتنا. لكن سنبقى نزور. شو الله. وسيبقى الحسين كعبة الاحرار. كعبة الشوق. وسيبقى ابو عبد الله. سلام الله عليه. هو الحل والحرم. تهوي بأعتابه الارواح. تزدحمه. جزاك الله عنا كل خير. واغنيت الحلقة بها العبارات العاطفية التي خرجت منك. تفضل. اهل عفو. ابو غيث من الاراق. اخر سؤال لانه بدي كفي مع الاستاذ. صحيح ما في وقت كتير. نعم. ابو غيث. عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا. السلام عليكم شيخنا الكريم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اه. اه. قال تعالى. نعم. كنتم خيرا امتي. اخرجت لمنا. استعمرون بالمعروف. وتلهون عن المنكر. فكنا دل الجادل هان وولد صديق. فقال لي. قل. حشال لهاي الآية. قلت لهاي الآية. مو تقصد الامة كلها. قل لي. شلون هو. قال كنتم خيرا امتي. قلت للامة. قلت له. بالقرآن. ان ابراهيم كان امتي. قلت. يعني هو وحدة كان كان امتي. نعم. وبنفس الوقت اه من طلب العهد من رب العالمين قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدها الظالبين. اذا الامة المقصودة بها هي ابراهيم وآل ابراهيم اللي هم الرسول وآل البيت واسباعهم. شيعتهم اللي اللي يفتدون بهم. نعم. نعم. فقضي انه اريد اريد توضيح على الموضوع. واضح. 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 الامة. الامة. نعم. الامة المقصود بها انه اهل البيت واتباعهم. شكرا لك ابو غيث وشكرا لخالي تفضل سمحت الشيخ. ابو غيث. الحقيقة ما تفضلت به يصيب الحق في صميمه. اطلقت الامة في القرآن واريد بها من خلال السياق عدة معاني. مثل كلمة الكتاب. مثل كلمة الذكر. مثل كلمة. اطلقت واريد بها. اكثر من معاني. معاني متعددة حسب السياق. انا قلت واعود واكرر. لا حدا يتصور او يتخيل او يتوهم انه يحفظ دينا او تشيعا. لا. الدين الحق محفوظ بشخص واحد. وظيفته حفظ الدين. هو الامام المحصوم صلوات الله وصلاة الله. يا ابو غيث. لو لم يبقى من مسلم او شيعي على وجه الارض. الا صاحب الزمان الدين بألف خي. وظيفتنا ان يحفظ المؤمن اخاه. اخاه. حفظ الافراد مش حفظ الكلي الكبرى. هون فينا نتعقل قول الله عز وجل. ان ابراهيم كان امة قانت. ما هي الامة مشتقة من شو؟ من الام. الام لغة ليست الولادة فحسب. الام من الشيء. رأسه. رأسه. مقدمه. وقوامه. من هنا سمي الامام اماما. وقال تعالى ام فامه هاوية. هاوية. مقدمت رأسه. هاوية. وسميت الام الولادة اما لانها جامعة البيت. التي تجمع البيت. وهي اصله. خرج القوم في البيت من رحمه. في تداخل لفظي. من هنا قلنا ونقول. ان النبي الامي كما ورد في احاديث اهل البيت. هو الرأس. من كل شيء. وليس بمعنى. والعياذ بالله. انه لا يقرأ ولا يدو. لا يوجد شيء محجوب عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني كيف يقال له اقرأ وهو لا. اول سؤال. كيف يقال له من قبل ربه اقرأ اقرأ. وهو. او ربه لا يعلم انه. نعم. قالوا ان ببعض الرواية قالت انه الامي نسبة الى ام القرى مكة. ربما اللفظ يساعد على اكثر من هذا. انه الام. الرأس لكل شيء. وهو رأس الكون. صلى الله عليه وسلم. فيك تتخيل حجية لله تامة. الا بهذا البدر الناصع. ايه هو الام. ولذا هو الامي. ولا نتعقل المعنى. اللفظ بيسمح لك. بس حتما. حتما. ما فيك تروح باتجاه انه لا يقرأ ولا يقرأ. أبدا. وأهل البيت في تراثهم لا يساعدنا. تساعدنا رواياتهم على هذا الفهم أبدا. فعلا. اذا بدنا نجي نقول خير امة. يا اخي بكل بساطة. اذا جينا قلنا الامة هذه المقصودة عموم من قال لا اله الا الله محمد رسوله. شو بيطلع بالمحصلي احد افراد الامة الحسين ابن علي. الذي قتله احد افراد الامة. يزيد ابن معاوي وعمر ابن سعد وعبيد الله ابن زياد وشمر ابن الله. اهوا افراد. كنتم مع بعضكم خير امة. لا. لا. ما بتزبط. لا لا. خيرية هذه الامة بعظمائها. وإلا. وإلا. كيف يتحقق الامر بالمعروف والنهاء عن الممكن. قد يقول لي قائم. اذا كان الان. امامكم الغائب. هو مصداق الاوفى لهذه الاية. يأمر بالمعروف. هو الامار بالمعروف والنهاء عن الممكن. وجوده هو المعروف. وعندما يحجب لطفه يقع الممكن. هاكي بشوف امامي. واللي ما بده يشوفه هاك. شو بعمل. كلامك. أبا غيث. يتسع ويتسع. برجع. برجع لسؤالك. لأختم الحلق. فضل. السلام عليك يا وارثة. عيسى روحي الله. خلينا نشوف. دور عيسى عليه السلام. ما هو دوره؟ ليش عيسى بلا أب؟ وليش عيسى بلا أبناء؟ هذا بإجماع المسلمين والمسيحين. بل واليهود. مش يجمعون على أنه لا أبناء له. صحيح. والنحن. والمسيحي والنصارى. نقول لا أبناء. لا أبناء. هلأ. شو ذات الآفاق من اليهود. شو بيقولوا ما بيعنونه. بس فيه. صنف من أهل الكتاب. نجمع وإياه على قواس مشتركين. ليش لا أبناء له. هاك. أو أنه ثمة. حكمة. أمر تاريخي. أدرجه الله في ضمن السنن. برجع لوعد إبراهيم. إني جاعلك للناس إمام أنت. بعد ثبوت نبوته. وثبوت رسلته. بعد نبوته. نعم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه. بكلمات فأتمهن. هونيك. تلقى آدم من ربه كلمات. فقط. وين أتمت الكلمات. مع إبراهيم. الكلمات شخوص. أنمار أهل البيت. الكلمة. والكلمات في القرآن شخوص. عيسى كلمة الله. كلمة الله. إذن هو شخص. أتمهن. اتضح المشروع. لأنه. البشرية التي كانت في زمن إبراهيم. الذي أرسل إليها. كانت مهيئة للإطلاع على سياق المشروع. فيما يراه النبي إبراهيم من حجي. نعم. إني جاعلك للناس إمام. ومن ذريتي. ما هو مطلع. ما أتم هون. قاله من. من ذريتي. يقومون بهذا. بإتمامه. بالكلمات التامات. نعم. من ذريتك. اطمئن. بس لا يكونوا. ظالما. لأنه المشروع ما بيحملوا ظالم. يحمله. المعصومون من ذريتك. ذريت إبراهيم وين. إسحاق وإسماعيل. إسماعيل نبي وإسحاق نبي. ما هي. لا. لاش فتح الخط الإسحاقي. إسحاقي. وأغلقت النبوة في الخط الإسماعيلي. في وعد. ولله الأمر من قبل ومن بعد. ينفذ في الخط الإسحاقي. تلاحقت الأنبياء. وتتالت الأنبياء. ثم قسط قلوبكم من بعد ذلك. فهي كالحجارة أو أشراء. قتلوا الأنبياء. كذبوا. أنكروا المعجزات. أمهلهم الله. الوقت الأكثر من كافي. فكان لطف الله أن تسحب منهم النبوة الوعية. كيف بتنسحب. لما بتجي بتقول. ما بقى فيكن أنبياء يا بني إسحاق. بيكون الله سبحانه وتعالى عم يقول. كل جهد الأنبياء الماضيين. لا قيمة له. لا له قيمة. ولذا كان لابد من استلال النبوة. بشكل. لطيف. أن يكون هناك نبي بلا أب. وبلا أبناء. حتى لا يقال. إنه ورث النبوة من أبيه. وأورث النبوة لأولاده. وكنا بعدنا لهلا. كلما مات. واحد كلما خرج نبي كذا. فكان عيسى عليه السلام. اجت هالصيغة هاي. كلمة الله. ألقاها إلى. مريم أغلق به الخط. بس كيف أغلق. لا. هذا الخط الإسحاقي. لا نضيع عمل الأنبياء. نبقي منهم بقية للوعد. رفعنا. إني متوفيك ورافعك. بإجماع المسلمين والمسيحيين سيهبطوا إلى الأرض مجددا. التفاصيل. نعم. كل منا يختلف عن الأخر. لكنه جزء من مشروع الخلاص. فتح الخط الإسماعيلي. وانبلج منه محمد صلى الله عليه وآله. صار ولا ما صار؟ نعم. وهذا كتاب نبينا. الذي جاء به من هندي ربه. ماذا يتحدى إلى اليوم؟ فأتوا. بمثل. بسورة. نعم. جيبوا سورة واحدة. بسورة إِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّي لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ نظام محكم له هيمنين. وكان حراس هذا الكتاب. المسمى الكتاب الناطق الإمام المعصوم. الوعد الإلهي متى بدأ تنفيزه عملياً؟ يوم كربلاء. أنا أعني ما قلته. يوم المهدي رشحة من ذلك اليوم. ولذلك عندما يخرج أول ما ينادي بثأر الحسين. لأن الحسين ليس ثأراً لشخص. السلام عليك. يَا ثَارَ اللَّهِ وَابْنَ ثَارِهِ وَالْوِتْرَ الْمَوتُورِ شوف الدخ رعيس من الخط الإسحاقي الذي ينتسب إليه من جهة أمه. وضرب الحسين عليه السلام بعبق دمه الطاهر. رُكْنَ الْإِنْحِرَافِ فَهَدَّهُ ثُمَّ يَأْتِي الْمَهْدِيُّ مِنْ وِلْدِ الْحُسَنِ وَهُوَ رَشْحَةٌ مِنْ تِلْكَ الظُرِّيِّ الْإِبْرَاهِيمِيَّ الْإِسْمَعِيلِيَّ الْمُحَمَّدِيَّ الْفَاطِمِيَّ الْعَلَوِيَّ يُؤَازِرُهُ إِسْحَاقِيٌّ مِنْ نَاحِيَةِ أُمِّهِ لأنه هو مُحَمَّدِيٌّ مِنْ نَاحِيَةِ أُمِّهِ فيكون المشروع وَمِنْ ذُرِّيَّتي إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا كيف بدأت تم هاي؟ هنا أعود فأسأل إن لم يكن الحسين وارث عيسى كيف بدأت تم هذه المعادلة؟ هذه المعادلة كيف تتم؟ هل ينخرط عيسى مع المهدي بمشروع يا لثارات الحسين؟ إلا به بهذا الربط الإله المحكم من وعد إبراهيم من الكلمات التامات كيف يتم؟ إخواني بدي أسأل هل لا بنسمع أنك كويكباً سيصطدم بالأرض؟ فناء الأرض سنة 2012 تذكر ما عيشونا بهذا الواهر؟ نحن ما عشنا لأنه لو لم يبقى في هذه الدنيا إلا يوم واحد لطول الله أو لأخر الله ذلك اليوم عملوا عليها أفلام كم شو؟ ورجعوا قالوا بالما بعرف ألفين وبالأول نحن قبل الألفين تؤلف قداش أخدت مدى تؤلف ولا تؤلفان؟ عمي مين نعم؟ من أعطاكم غيبه؟ بهذا الشكل المتح وكل مرة يطلعوا قصيدة ساعة لأبن عربي في الفتوحات وما بعضها مو موجود مو موجود بأساليب ركيكي جدا وتتفشى بين الناس خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي يعني هلأ مثلا بتلاحظ فيه بلبنان أزمة اقتصادية شوفي أحاديث عن اللحم وكراهية أكل اللحم ونزلت صارت موجودة حتى ما حدا معه يشتري فبتلاقي يواكبونهم بالرفض الثقافي إذا بدك إذا بدك هلأ شوف كل مرة بطلع منجم مشعوذ بيسموه عنا لعيبك شي تبين وبيطلع عبكرة وجمعة الجاي وإلى أخري والناس تتفاعل مع حالات الغيب أكثر من هذا ما بدي أعمل دعاية في كارتون أمريكي يسقط على ما يجري من أحداث بما في ذلك حركة ترامب وغير ترامب وإلى أخري موجود وربما تست مخابراتي ما يعني أنا ما بدي أخوت بهذا الأخوة أشاهد في كل هذا أن الغيب سهل النفاذه إلى النفس البشري لا لأنها مهيئة ألف لا مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتققين الذين يؤمنون بالغيب وإلا نحن على أي أساس نعبد الله عز وجل ونؤمن بالآخرة وبالجنة والنار وبشفاعة من يشفع وكل هالأمور ولذا اختصرها لك العظيم عظيم اختصرها سيد رضا الهندي رحمة الله على ترامب سوت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيب هو كهفي من نواب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن تحصل تشوف حتى الوزن الخببي كان توفيق من الله هون مسه النور مسته فاضل طينته مسه فشوف شو ترك وهل ثم تأديب الموالي يمكن أن يتجاه واحد مثل السيدة رضا الهندي بكل الأحوال لابد من مسلمة نؤمن بها أن الله عز وجل يستحيل أن ينهي هذه الدنيا قبل أن تتم عدالته كاملة المشروع الإلهي لأنه أبسط شيء أن يقف أي عبد يقول له يا رب إن دينك الذي أنزلته على محمد صلى الله عليه وآله حكم هو رسول الله ثلاث ملايين بني آدم هوا شوي باليمان وشوي بالحجاز وباليمامة وبالبحرين وبحضرة ما وتشوف يا كل مئة كيلومتر اللي تلاقي زالمة صهرته الشمس يعني ثلاث ملايين ما بيتجاوز عدد السكان كلهم ولذا حشدوا كل ما عندهم وأمرهم رسول الله ومنعهم عن التخلف أحسن رويه بغزوة تبوك ثلاثين أم هو الواقع عشرة ألم يعني عندش عدد السكان كلهم باليمن وبالحجاز وب نجد وب البحرين وبسيف البحر ومتل ما بدك سمي ثلاث ملايين بأحسن الحالات يعني هاي مشروع العدالة ثلاثة ملايين بني آدم أولا ليظهره على الدين كله شوف أيها النبي يا خير خلق الله إن قبضتك إلي فإن مشروعك مستمر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشروع أنت دينك يستمر بأمرين اثنين بكتاب الله وبعترة طاهرة تحمل لواءك معصومون مطهرون قد أحكمت تطهيرهم وهم يتقلبون بين ظهراني القوم هل القوم ما بدهن إياهن؟ مش إنما يعجل من يخاف الفور وقد غاب قبل ولدك كثير من الأولياء والأمين خلي غيب حتى تأوب الأمة إلى رجل بس ما تخلص الدنيا حتى يتحقق لأنه بدي أوافق أي إنسان له الحق أن يقول يا رب إن دينك صعب مستصعب بالدليل لم يطبق ولما لم يطبق كيف بتكلفنا فيه؟ أو بتحسب خيل أنت أن تصبح حجة العبد والعياذ بالله أقوى من حجة الخالق ما بيمشي هذا أمر لا يستقي فلا بد لو أخر الله لو بقي يوم لأخره الله لطوله الله حتى يغرج رجل من ولدي يواطئ اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدل كما ملئت ظلما وجورا حتى إذا ورث الله الأرض ومن عليها لا يقول أن قائل أمرين لو حكمنا لكنا أفضل من حكم المهدي ويا رب دينك لم يطبق بنسبة مئة بالمئة في كل الكرة الأرضي هاو حجتين تكفل الله بإسقاطهما طيب سؤال هاو اللي بموتوا طوال هذه الفترة ماذا يقال لهم؟ ومنهم من محض الإيمان محضن ومنهم من محض الكفر محضن ترى سؤال مشروع العدالي يمكن أن يتم بدون رجعة من محض الإيمان محضن ومحض الكفر محضن كيف بده يتم ولذا خلنا نتأمل تماما في مسألة الرجعة التي حدثت في أمم ماضي حدثت ما حدا يقول ما حدث عزير بعث ارميان نبي في بعض الروايات بعث أوضح من أبناء أيوب أهله ومثلهم مسألة أهل الكهف سواء كانوا نائمين أو كانوا بحالة موت سرير لأنه ضرب على آذانه صح ثم بعثناه ثم تراجعة في الأمم التي سبقتنا وإذا كنا نحذو حذوهم فيما قاله رسول الله فلابد من رجعة في هذه الأمم معهد المشروع وقال عيسى وافى ربه ورفعه الله إليه وسيرجعه يرجع إلى الأرض نعم وكذلك الذي محض الإيمان والكفر من محض الإيمان محضن ومحض الكفر محضن عندما قلنا بأن الحسين هو الذي رفع القواعد من البيت في بيت العدادة للمهدي عليه السلام نحن نعني ما نقول خلص؟ للأسف ممنونك بعد أن نسأل عن الوقت بين يديك أعذرون لا نعفو شكرا لله شكرا لكم شكرا لأصول أيضا لكم مشاهدين العزاء العطيب ومتابعتكم إيانا في حلقة الليلة حتى الملتقى في الأسبوع المقبل هذه تحياة الفريق العامل في كلاءة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر